حتى كنت بتتكلم عن مراس الزوجة او نصيب الزوجة اللي كانت مشاركة جزها في الثروة دي سواء كانت موظفة او موظفة تحب تدينا كام تحب تدينا كام والله يشوفي اولا كان في قاعدة اللي هو من بعد وصية من بعد وصيات يوصى بها او دا او دا فيب ازم في هذه الحالة عجب ان يكون هناك وصية يعني في الغرب بيقسموا هل حلال شارعا ان الزوج يسيب وصية لانه كلام دا كتير بنسمعهم وحرام في النهاية هو بيسيب وصية وعلى الذين يستلمون هذه الوصية العمل وشهودها عليهم وزر عدم الوفاء بهذه الوصية فدي امر يعني الوصية حلال شارعا انه لو الوصية حلال شارعا في حدود التل في حدود التل بالضبط يعني دا قواعد فنيجي هنا في مسألة الدنيا مختلفة المعايير خالص مختلفة تماما فتغيير الاحكام بتغيير الازمان دا شيء مستحب ويناسب تطور المجتمع ونمط الحياة الاقتصادية يعني ما نتمسكش لان فيه مش عارف ايه وبقت حقوق مكتسبة لا هذه حقوق بنت المرحلة الدنيا تغيرت بنت المرحلة صحيح فحينما تتغير المراحل والمعطيات صحيح أجيالنا واللي قبل مننا كان لما يرن التليفون جمي منهم يتخض دلوقتي العيل بتولد قبل ما يقول بابا وماما مبايل في يده صحيح فيعني الدنيا تطورت وتغيرت المعرفة والنواحي المعرفة بقت كتيرة ومفتوحة على كل الناس فدور المرأة زي ما تفضلتم في البقاش يعني تبقى قاضية على منصة القضاء تفصل بين الناس وبعدين وهي مشافة تاخد حقها تاخد حقها لا مسألة وبعدين في النهاية إلا وفي كل الحالات إلا إذا كانت هناك موانع تحول ذلك وهذه الموانع لها مديات وطراها المحكمة في هذه الحالة الأمر بقى خلاص يعني مثلا على سبيل المثال أنا حينما تقول الوصاية للجد طب افتراضا إن الإبن اللي توفد كانت علاقته منقطعة مع أهله بسبب أي سبب احتمال تزوجة رغم أنفهم لا لا بلاش مش كتير جدا بتبقى الزوج عالم غير وفاق مع أهل الزوج عائد يعني كتير مش حاجة حلوة لكن بيحصل بيحصل فأنت تحط بقى إليها تحت درسهم إزاي يعني لا مسائل يجب أن تراعى وفي النهاية يعني هذه الزوجة الأرمالة اللي هي أولادها فلها الحق حصريا إنها تكون الوصاية لها إلا إذا كان هناك موانع وفي ظل ممكن نقول الموانع أنا عايزة أعرفها إيه الموانع يعني؟ لا الموانع اللي هي تنطبق على أي شخص اللي تنطبق على الأب نفسه هو عايش أنه مثلا برع البلد أصاب الجنون بالزبط التسجن اللي هو المنع اللي هي عدم الأهلي ينطبق على أي شخص العدم الأهلي أو خيانة الأمانة ما هي دي عدقاء شعبت من شروط الأهلي يعني ما ينتبق على الرجل ينتبق حتى على الزوج وعلى الجد على أي حد بالزبط وفي هذه الحالة بقى أنا ببحث عن العصب الأولى شكرا